كثيرا ما نسمع مواقع التواصل الاجتماعي هي السبب في خراب بيوتنا هي السبب في انحراف الأبناء في المجتمع هي السبب للتأثر الاجتماعي إلى آخره دعونا اتفق أن مواقع التواصل الاجتماعي صارت جزءا من حياتنا قربت البعيد قربت لنا المسافات فيها جوانب إيجابية كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي اللوم لا يمكن أن نلوم في مواقع التواصل دائما الإنسان عليه هو أن يحاسب نفسه هو الميزان إذا أنت استعملت مواقع التواصل الاجتماعي بالطريقة الخاطئة إذن أنت الغلطان على نفسها جنت براقشه لذلك هي النصيحة اليوم للزوجين تعاملوا مع مواقع التواصل الاجتماعي بدون تحسس ما فيها شيء لو أنت استعملت بطريقة صحيحة أو أنت استعملت بالطريقة الصحيحة المهم لا نبالغ ولا نقدمها على المسؤوليات وعلى الأهم وفي نفس الوقت لا نستعملها بالطريقة الخاطئة